وأخيراً مارسي الكولر هو المسؤول الأول عن ضياء راكلة الجزاء نارد على فكرة لعبة كبار جداً بضياء راكلة الجزاء في العالم وأي راكلة الجزاء، أي لعب بشتراك للجزاء مهما كان اسمه، مهما كان التكنيكالاتي اللي بيشوبها ضربة الجزاء والدي ضياء تعالي معنون نفسه راكم واحد في الأقلي ضياء مليون في المي وعشان كده بقينا بالغير طيب لما اتكلم عن مباراة بحجم سانداونز بعد خسارة الأهل الجولة الأولى مباراة تحت ضغوط، مباراة من منافس كبير فانت بحاجة قبل التكنيكالاتي بتاعت تصيب راكلة الجزاء للشخصية فلما تيجي تسألنا على الشخصية هقولك الفارق عندك لعيب في الفرقة غير عالي معلول مين هو اللعيب اللي كان ممكن يشوت راكلة الجزاء؟ محمد عبد المنعم ليه محمد عبد المنعم؟ مش عشان وحسن وحبش شوت راكلة الجزاء، خالص منتخب مصر في 2022، يناير 2022 من سنة كارلوس كروش كان ترتيب مسددي راكلات الجزاء بالنسبة له محمد صلاح، اتنين محمد عبد المنعم ليه؟ مش عشان هو أحسن حال واحد بيشوت بعد محمد صلاح خالص عشان الشخصية الراجل لما صوب كان باين الشخصية وفيه لعبة خافت وفيه لعبة بتخاف من راكلات الجزاء لكن النهاردة أنا قلت لك الكريمكم اللي نفرج على المتشمع بعض قلت لك إنه تصويب هاني ليس مجرد صدفة نخد الكرة وراح يشط هو ترتيبه تبقى للتدريبات وقلت لك إنه ترتيبه تبقى للتدريبات ده مسؤولية مارسل كولر فلما مارسل كولر يطلع يقول إنه أنا والله الترتيب بالنسبة لي في التدريبات الراجل بيشوت كل راكلات الجزاء في التمرين وما بيضيعش ده مش معيار لأنه هنا أنت حكمت على التكنيكاليتي ما حكمتش على الضهوط ولا حكمت على الشخصية في مباراة متأزمة زي دي كنتممكن تودي الأهلي وتخلي النتيجة ما صارها أسوأ بكتير على النادي الأهلي من التعادل فأخيرا كل أسباب المتعلقة كمان بحالة اللعيبة جوة الملعب كان مسؤول على استمرار ورد أحط العيبة يا داود في الجيم مقاش موفق لكن استمراره الوقت طويل وهم يرفش أي حاجة من الرجبات المكلف بيها طبعا مسؤولية المدير الفني زي ما حنا نتكلم على مارسل كولر إنه هو المسؤول الأول على حالة التحول في النادي الأهلي وكل النقاط الإجابية في كل الفترة اللي فاتت لازم النهاردة أحمل المسؤولية كاملة وبعدين نتكلم بقى على حالة اللعيبة عظيم جدا